تروح فين لما تزور اسكندرية قلعت قوية بي من أشهر معالم اسكندرية وتقدر تاخد فيها صور تسكرية كتيرة هناك تقدر تستمتع كمان برحلة بحرية بالياخت الجنن وفيه أسعار طبعا مختلفة سواء بالنهار أو بالمغرب خالد بن الوليد هو شارع تجاري كبير جدا بيضم مجموعة كبيرة من المحلات والمطعم والكافهات تقدر تستمتع فيه بالتسوق والتنزه وكمان تقدر تشتري منه كل اللي نفسك فيه تقدر كمان تاخد جولة بالبوس السياحي الجميل وتتفرج على كل شوارع اسكندرية عن طريق البحر كفيم ورونه من أجمل الكافهات اللي في قصة بحر اسكندرية تقدر تستمتع بالجو الجميل من خلاله الكافيل الرائعة ده كوبري ستلي تقدر كمان تاخد فيه أجمل صور تسكرية ويا سلام بقى لو كمان وقت الجروب المسرح الروماني موجود في كومة دكا ويعتبر من أصوار العصر الروماني أبنى مدرج على شكل حدوة حصون مقابر كوم الشوافة هتلاقيها في منطقة كوم الشوافة وهي من أهم أصوار المدينة بتضم سلسلة من المقابر والتمثيل والبقايا الأسرية تقدر تزور المكان وتستمتع في الأصوار والرسومات الفرانية الجميلة قلبين سويسرة لو عايز تجرب أكل جديد هم بيعملوا طواجن غريبة جدا كلها بالجبنة لو ليك في الأكل هتنبسط قوي هناك مطعام بلبع من أقوى المطاعم اللي موجودة في اسكندرية إلا إنه بصحة كبيرة جدا ولكن على طول مليان بالزوار حضائك المنتزى تقدر تقضي وقت جميل جدا واست الشجر والزرعة وتستمتع بشاطئ المنتزى ودي حتكون خروج عائلية جدا ومن الأماكن اللي ممكن تزورها الصبح سيتي سنتر الاسكندرية مجمع تسوق كبير جدا مجموعة كبيرة جدا من محلات الملابس والبنوك ويكمان كارفور في مش بس كده كمان في الماجب بلانت للأولاد عشان يقدروا يلعبوا يتسلوا وفي النهاية أتمنى لكم زيارة سعيدة وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل